موسيقى 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 تضييق النقابي المجورة تتلعبين مع النفذين بالألفاظ والكمبورت موديالي يعني دياله مشيه هادي وهي هنا ما نعلم وهي فينا الملقينة بأنها مساندة من طرف إدارة وبالأخص من طرف نقولها رئيسة المصلاح هذه الموظفين ورئيسة قسم الشؤون التمريدية هم اللي يمشي هلين هذا الشيء لما المدير تنعرفهم زيان صديق ديالنا ومزيان والله عمار عادة تنقول العودة ولكن نتابعهم الله يهديه مدخلت محاوتوش تخلوك في مفاوضات مع الإدارة بش هل المشيه نا مفاوضات وعينة اختلتها بعد نعيطي الياجين تفاوضوا اختلتنا علينا على الوقفة نا مفاوضات وعينة اختلتنا علينا على الوقفة وعينة اختلتنا علينا على الوقفة انتما في الترويه الطبي داخل المستشفى الهاروشي ما هي المشاكل التي تزعينها؟ نا مفاوضات وعينة اختلتنا علينا على الوقفة وعينة اختلتنا علينا على المستوى الوحدة مع القدوم ديالها بدأوا العديد من المشاكل لأهم ديالها ايهانة المرويضين على المستوى الوحدة رفع تقارير بأحداث كيدية ومزيفة ايه وغانكون اكثر صراحة انها جات بشخدم واحد الاشيين دا لقمع المرويض على المستوى المصاحة وهذا شي فيه خرق سافر للحقوق ديالنا والقوانين اللي كتنضم المهنة ديالنا على مستوى سواء على مستوى المستشفى او على مستوى الوطني بصفاء عامة ده ما من بعد هذه الوقفة اشنا وين تديرو؟ اه اخر القرار اللي قامت بيها الادارة انها قامت با اه اغلاق الوحدة الترويط الطبي وقامت بقارة عسوفي اللي كي تجلى في انهم اعطونا دينوت السيغفيس بش التحقل للمصالح استشفائية على مستشفى المستشفى احنا مشيطة العمل احنا بور الباسيون من اجل المريض وفاق النقد وحنا مجندون من اجل خدمة المريض والمواطن لكن هذا القرار جفوح الظروف تعسوفية ولا يراعي المستشفى الادارية اللي يخصقون بها الادارة تجاهنا لانهم مقاموش بالتشاور دينا واش هاد الخطوة سالحالينا المشكلة اللي عندنا مع الممادة الرئيسة بقى في اس المكان وفي ضروف اللي هي مريحة وحنا قاموا بتمش دينا لاننا قمنا بدفاع الحقوق دينا المشروعة اللي يكفل هنال القوانين والدسور دينا بقيادة صاحب جلال محمد السادس نصر الله اشتركوا في القناة